خطوة في طريق اعداد منتخب يمني قادر على المنافسة في المستقبل مؤتمر صحفي عقد في الصفارة اليمنية بالقاهرة لتقديم المدرب للشيكي ميروسلاف سكوب مديرا فنيا للمنتخب الوطني المدرب للشيكي وعد ببدر كل الجهود للارتقاء بمستوى المنتخب إلى مستويات ينافس بها المنتخبات العربية المدرب سكوب في حديثه خلال المؤتمر أكد أن المشاركة الحالية في كأس الخليج هي بمثابة خطوة في طريق اعداد المنتخب الوطني الأول خلال فترة عام يتضمن كذلك المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر مارس القادم مع تجهيز لاعبي المنتخب الأولمبي للمنافسات المقبلة في شهر سبتمبر القادم رئيس الاتحاد العام لكرة القدم أحمد العيسي أكد خلال المؤتمر أن الاتفاق مع سكوب جرى في أغسطس الماضي غير أن عدم توفر الإمكانيات المالية مع الاتحاد كان السبب في تأخير توقيع العقد حتى اليوم ولفت إلى أن سكوب سيقود المنتخب الأولمبي لاحقا إلى جانب إشرافه فنيا على منتخبي الشباب والناشئين بما يتوافق مع خطة تطوير المنتخب الأول ورفضه بأفضل اللاعبين الاجتماع الرياضي أو المؤتمر الصحفي الذي من خلاله سيتم توقيع العقد الرسمي أو العلني مع المدرب المنتخب الأول ميروسلاف سكوب وطاقمه ويعطيكم المدرب فكرة أو رؤية أو خطة لما يقوم به وخلال المعسكر الذي يقيمه المنتخب الوطني الأول في جمهورية مصر العربية ضمن الاستعدادات لخليج 25 المقرر إقامته في مدينة البصرة العراقية تغلب على نادي الترسانة المصري بهدفين لهدف في خامس مبارياته الودية ترجمة نانسي قنقر